موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الأعدادي أهلا ومرحبا بكم مع درسة جديدة بعنوان اسم التوضيل طب في البداية كده هنعرف مع بعض اسم التوضيل هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن اسم مشتق يدل على شيئين اشترق في صفة زاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة يبقى هو عبارة عن اسم والاسم ده بيكون مشتق عبارة عن حاجتين اشتركوا مع بعض في الصفة ولكن أحدهما زاد على الآخر يتكون أسلوب التفضيل من المفضل اسم التفضيل المفضل علي تب تعالوا كده هناخد مثال بيقولي الطائرة أسرع من السيارة فهنجد ان المفضل هنا الطائرة واسم التفضيل أسرع وبيكون على وزن أفعل والمفضل عليه السيارة في بيجي هنا بيقولي فاضل بين القطار والسيارة يترى الإجابة ايه؟ القطار أسرع من السيارة يلا مع بعض السؤال المتفوقين فاضل بين الحرية والحياة نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو شروط الفعل الذي يصاء منه اسم التفضيل أول حاجة سلاسيا يعني إيه سلاسيا؟ يعني يتكون من سلاسة أحرف مثل حسنا وعظما تاني حاجة أن يكون تاما فلا يأتي من الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها طب قد بلك بك معايا كده من الملاحظة دي بيقولي إيه؟ الأفعال الناقصة اللي هي كان وأخواتها اللي هي زي كان أطحى أصبح صار أمسى ظل باتى ليس كل أفعال الناقصة فلا نستطيع أن نأتي منها من اسم إيه؟ التوزيل ليبقى لا يأتي منها اسم التوزيل مثبتا فلا يأتي من المنفي مثل لم يفهم لا يعدل طب تعالوا كده نشوف إيه هي أدوات النافي لم لن لا رابع حاجة أن يكون متصرفا طب يعني إيه متصرفا؟ اللي هو يأتي من الفعل المضارع والأمر يبقى أنا ممكن أنا نجيبه من الفعل المضارع والأمر كمان اللي الأفعال الجامدة اللي هي غير متصرفة لا نستطيع أن نأتي منها من اسم التوزيل يبقى الأفعال الجامدة زي نعمة بئسة عسى فلا يزاغ منها يا اسم التوزيل مبنيا للمعلوم فلا يصع من الفعل المبني للمجهول مثل شغلاء فهماء وإحنا عارفين أن الفعل المبني للمجهول في الماضي من ضم أوله ونقصر ما قبل آخره وفي المضارع من ضم أوله ونفتح ما قبل آخره وإن اسم التفضيل لا يأتي من الفعل المبني للمجهول لابد أن يكون الفعل مبني للمعلوم أي أي وجود فاعل في الجملة كمان اللي هو يكون قابلا للتفاوت أي يقبل الزيادة والنقصان أما الأفعال التي لا تتفاوت فيها الصفة مثل ماتة فنى هلكة فلا نستطيع أن نأتي منها باسم التوزيل يبقى لا يأتي منها اسم التوزيل من ماتة وفنى وهلكة ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنسه فعلي خضر أخضر خضر ما ينفعش أجب منه اسم التفضيل عور أعور عور ملاحظة لا يأتي اسم التفضيل مما يدل على لون أو عيب ما ينفعش نجيب اسم التفضيل من اللون أو العيب زي عورة أعور عورة واللون خضر أخضر خضر طب هنا بيقولي عين أجزاء سلوب التفضيل الأرض أكبر من القمر لو أنا حبيت أطلع أجزاء سلوب التفضيل هل لأني كلمة الأرض هي المفضل أما اسم التفضيل فهي كلمة أكبر أما المفضل عليه هنا فكلمة القمر تعالوا كده لما يقولي المحيط أوسع من البحر أنا دلوقتي عايز أركان أسلوب التفضيل اللي هي المفضل واسم التفضيل والمفضل عليه طيب تعالوا كده نتعرف واحدة واحدة المحيط وهو المفضل واسم التفضيل اللي هي أوسع والبحر هي المفضل عليه إذا فقد الفعل أحد الشروط أو أكثر إحنا هنعمل إيه؟ إحنا دلوقتي تعرفنا على شروط اسم التفضيل طب لو فقد شرط من الشروط إحنا هنعمل إيه؟ خد برك معي أول حاجة اللي بيقولي لو هو إذا كان جامد أو غير قابل التفاوت لا يأتي منه اسم التفضيل مطلقا أكثر من ثلاثة أحرف ما ينفعش أجيب منه اسم التفضيل عشان إحنا قلنا اسم التفضيل لابد أن يكون الفعل ثلاثيا أي من ثلاثة أحرف والوصف منه على أفعل فعلاء طيب إحنا قلنا ما ينفعش يكون أفعل فعلاء مثل اعتمدة وخضرة طب أول حاجة هنعمل إيه؟ قال لي عشان إذا فقد شرط من الشروط اللي إحنا قلناها دي هنأتي أول حاجة بالمصدر نأتي باسم التفضيل من فعل مناسب تتوفر فيه الشروط زي كلمة اعتمدة هنا هنجد إن اعتمدة فقد شرط من الشروط اللي هو لم يكون ثلاثيا هنعمل إيه؟ أول حاجة هنجد إن اعتمدة أكثر من ثلاثة أحرف نأتي بالمصدر اعتمدة اعتمادا والمصدر يعني المفعول المطلق أول حقول اعتمدة اعتمادا نأتي باسم تفضيل زي إيه؟ أكثر توفرت فيه الشروط ونبدأ ندخله في جملة مصر أكثر اعتمادا على أبنائها طب تاني حاجة قال لي إذا كان الفعل اللي عندك ده فعلا منفيا أو مبنيا للمجول أو ناقصا يطرق إيه اللي ممكن أعمله عشان يجيب منه اسم التوضيل أول حاجة قال لي هنأتي بالمصدر المؤول طب المصدر المؤول يعني أنه الفعل المدارة أو ما هو الفعل المدارة طيب ما هو الفعل المدارة زي ما هو يكون أو أنه الفعل المدارة أن يكون بعد كده سمناتي بإسم تفضيل تتوفر فيه الشروط مثال لا يترك طب إحنا هنجد إنه هو فقط شرط من الشروط إنه هو سبيقى بنافي يا ترى هنعمل إيه ألا يترك الكلام المفيد أحقه ألا يترك يبقى لا يترك يخليها إيه ألا يترك بعد كده حطه في جملة أقول الكلام المفيد أحقه ألا يترك يكافأ نجد هنا إن الفعل مبني للمجول بحيث ضم أوله وفتحه ما قبل آخره طب أنا دلوقتي أنا عايزة من إحنا عارفين شرط اسم التفضيل إنه هو يأتي من الفعل المبني للمجول طب أنا قدامي فعل مبني للمجول طب أنا هعمل إيه هجيب أن والفعل المضارع أن يكافأ وابدأ أدخلها في جملة بس لازم تسبق باسم تفضيل توافرت فيه الشروط فحقول المجتهد أقدر تمنا أقدر هنا على وزن أفعل توافرت فيه الشروط زائد أن يكافأ اللي هو أن والفعل المضارع اللي هو المصدر المؤول يبقى للمجتهد أقدر أن يكافأ طب بالنسبة الكائناة اللي هي الأفعل الناقصة بصوك دمعيها هقول إيه أن يكون يبقى أنا أقول كي نجي أفعل الناقصة أحطاه في مصدر المؤول هو أن يكون يبقى أقول بعد جد الحق أو لا أن يكون لصاحبه سؤال المتفوقين مع بعض أجعل كل فعل مما يلي اسم تفضيل في جملة حمورة تقدم لا يترك نرجو الإجابة من خلال التعليقات على الفيديو ملاحظات مهمة أول حاجة بيقولي هناك أسماء تحزف منها الحمزة من وزن أفعل يلا ناخد أمثلة عليها خير شر حب كمان قال لي قد يتأخر المفضل عن المفضل عليه يعني المفضل ممكن يتأخر عن المفضل عليه مثل محمد أقرى من رجال أو أقرى من رجال محمد اسم التفضيل يذكر ويؤنس مثل أفضل فضلة أصغر صغرى أدنى دنيا اسم التفضيل وفعل التعقب يأتيان على وزن أفعل دلوقتي أنا حلاقي عندي حاجات على وزن أفعل ممكن يكون اسم التفضيل وممكن يكون فعل التعقب طيب لو دخل أفعل في فعل التعقب هو كده مش اسم إيه تفضيل تعالوا كده نشوف مع بعض الفرق بينهما أن فعل التعقب يكون مسبوقا بما التعقبية مثل ما أجمل الصدق غالبا الاسم النكرة المنصوب الواقع بعد أفعل التفضيل يعرب تمييزا منصوبا زي ما بقولك محمد أحسن الناس خلقا هنجد أن أحسن دي اسم تفضيل على وزن أفعل وبندور على النكرة المنصوبة بعدها طيب أهي عندك الناس دي فيها ألف ولم مش نكرة بس عندي خلقا بعدها إيه نكرة والنكرة المنصوبة بعد أفعل التفضيل تعرب تمييزا ملحوظا منصوب وعلامة نصبه لإيه الفتحة وإلى لقاء آخر في درس جديد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة